يستمكملين مع النادي الاهلي الخبر اللي كلنا تابعناه على السوشيال ميديا وكان يعني خد كده انتشار على السوشيال ميديا ده الخبر ده اللي حصل معاه كابتل محمود كهربا لعب طبعا النادي الاهلي بيحضر رفقة محمد عثمان المسشار القانوني لنادي الاهلي حضر لفين لجلسة استماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة الجلسة دي عقدت النهاردة يوم الاربعاء كان المسشار محمد عبدالصالح هو رئيس اللجنة كلال الجلسة دي كان فيه تحقيق مع كهربا نفى الاتهامات اللي وجهت ليه من قبل نادي الزمالك كان نادي الزمالك بعد شكوى للجنة الانضباط قال فيها ان يعني الفيديو اللي احنا تقريبا شفناه محمود كهربا قال ان هو لم يوجه اي اساء لنادي الزمالك قال ان هو لم يقصد بالعبارات او بالاغنية اللي هو كان بيرددها يعني مع الجمهور بيحتفل لم يكن يقصد نادي الزمالك ده رواية مين؟ محمود كهربا هو قال ان هو لم يقصد اي اساء لنادي الزمالك ما قصدش الجمهور نادي الزمالك هو كان بيتكلم على الجون بتاعه اللي سجله هو لفت يعني ان هتافه في الفيديو كان يقصد به زي ما احنا قلنا ان هو بيحتفل مع جمهور نادي الاهلي بالهدف اللي سجله في نادي الزمالك بطريقة صحيح اشتركوا في القناة